هاكد وصل الطعام لم أجل البيضة كما طلبت احفظ عني يا ولدي إذا قنعت بميسور من القوتي بقيت في الناس حرا غير ممقوتي أبحثت عن أخيك يا يوسف نعم يا أبي بحثت عنه ولم أجد إذا عثرت عليه قل له إن أباك يريد رؤيتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هذا؟ ما هذا؟ صدق سعد ووقعت أنت في الحيس بيس أه؟ أتفتش في عنديعتي؟ لن تعمل عندي بعد اليوم أه؟ ماذا؟ أنا لا آمن ذي لصي نفرك أرجوك ليس لدي مكان أرجوك ترجوني أغرب عن وجي أغرب من وجي أغرب أ أرجوك أ أرجوك أغرب عن مجهي أغرب عن مجهي أغرب سمعني أرجوك أغرب عن مجهي أغرب أغرب أبلغك ما فعله يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي بل فساد الدين الرجل بايعك وذاع لك من فوق من بره لكنه يلقب نفسه بن ناصر السلطان الناصر أيغضب هذا مولاي؟ اكتب إليه يا أبا الفضل إن لم يمتنع عن تلقيب نفسه بن ناصر عزلناه عن حكم مصر مولاي الأمر يحتاج للحكمة ماذا تقصد؟ جيوش الناصر صلاح الدين أقدر هذا مصر للعباسيين بعدما كانت تحت سطوة الفاطميين كما أنه يملك قوة يسيطر بها على حكم مصر وأجزاء من الشام بلغني أنه ينوي محاربة الفرنج لاسترداد بيت المقدس سمعت هذا أنا أيضا أنه يلقي بنفسه في الجحيم لا يعرف أعداد الفرنج ولا قوتهم ده لعلنا نتخلص منه في معركة كهذه لو فعل ذلك حقا لا وجب على الخليفة الناصر أن نسانده بل يجب علينا جميعا أن نسانده الناصر غير راد علي ولدك بإذنك لا حول ولا قوة إلا بالله كان الله في عونك يا عبد الرحمن ترجمة نانسي قنع ماذا تريد مني؟ علي يا فلذة كبدي ويا وجعي تعني وشأني تحدث إلي عاتبني قل ما في نفسك لا حاجة عندي لسماع فايد من لغو مبهم احتفظ بكلماتك الرنانة لمن يجالسك ويستمع إليك أقسم بالله إني ما قصرت في تأديبك ولكنه الشيطان تسلل إلى قلبك فأماته أنت الذي تريد موتي لا الشيطان أأنا الذي دفعتك إلى شرب الخمر؟ ألقيتني في بئر الفقر هلبستني أحقر الثياب وأطعمتني القبيحة من الطعام عذبتني بقراءة كتب سماء كلما حدثتك في هذا قلت لي الدنيا دار فناء والآخرة دار مقام فعلت ذلك حبا لا كرها بل فعلت رياء الناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا تنكر همك الأول والأخير هو إطراء الناس عليك يا ولدي الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال بر الوالدين كفارة الكبائر لا أملك بلاغتك لكن مبلغ علمي أنك أذنبت أذنبت يوم أكرهتني على ضنك العيش وحرمتني مباهج الحياة وأرسلتني للدرس بنعل مقطوع هذا كل ما عندك إني أبغدك أبغدك لماذا لماذا يا قاسي القلب وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور أين من أبكى الرجال بكلماته؟ هو في المسجد يبكيهم أليس كذلك؟ منذ إحدى وتسعين سنة وبيت المقدس يناديكم وأنتم تقولون نحن مقهورون والمقهور لا إثم عليه ولا جناح ويحكم هل أنتم ترجون رحمة ربكم وتخافونه؟ كيف؟ كيف وقد ضاع فيكم الشرف وآثرتم الحياة والترف وأنستكم الدنيا أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين إليه أسري برسول الله من المسجد الحرام وفيه صلى بالأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السماوات العلاء إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام وأسفاه على قوم ذاق الدنيا فأحبوها هل منكم من حشد الرجال والسلاح ونشر السيوف والرماح ونادى حي على الفلاح؟ ها هو الناصر صلاح الدين قد أعد العدة وخرج من القاهرة الحرة ليعيد الشرف للأمة فكونوا معه لقد جئت ببيت شعر يبكيكم ويبكي مبكيكم قنه يا سعد ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب يا سعد أتدري لماذا عاقب الله الثمود قوم صالح؟ لماذا؟ لم يكن قد صنع المنكر فيهم غير تسعة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون صدق الله العظيم غير أن الله قد عم ثمود بالعقاب أتدري لماذا؟ لأنهم سكتوا عمن عصوا الله وعموهم جميعا بالرضا لذا فقد عمهم سوء العذاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله أبلغت به الوقاحة أن يأمر الناس بالجهاد دون إذن وأن يدعوا لصلاح الدين آه هذا أمر لا يجب السكوت عليه مولاي دعني أذهب إليه تذهب إلى من يا أبا الفضل؟ إنك لو ذهبت إليه لا ظن أن بمقدوره النيل من هيبتنا إن أحدا على وجه الأرض لا يستطيع أن ينال من هيبة أمير المؤمنين ولكن يا مولاي لا تنسى أن ابن الجوزي يحظى بحب الناس وأنا يا أبا الفضل هل أحظى بصخة الناس؟ حاش لله حاش لله يا مولاي الناس تحبك وتحترمك ثم أنك لا تقارن بواعظ زاهد إن مثل هؤلاء من الناس سيلقيهم التاريخ في سلة مهجورة أما أنت فسيقف التاريخ عند بابك ليتحدث عن أمجادك وعن عظمتك حتى عن أشعارك افعل ما تراه يا أبا الفضل ولكن حبذا حبذا لو أسمعتني خبر سجني على المؤمن أن يفتش في قلب من يترك بابنا في مثل هذا الوقت؟ انتظر انتظر عبد العزيز ماذا حدث لكل هذا؟ أردنا أن نخبرك بحقيقة تناسيتها يا ابن الجوزي أي حقيقة تلك؟ ما أنت سوى رجل من الناس فإن لم ترجع عاقبناك وحرمناك المسجد وأي جريمة اقترفتها حتى تدخل داري هكذا؟ تدعو للناصر صلاح الدين ولا تدعو للناصر لدين الله وأنت تعلم أن من تدعو له إنما هو أحد الولى وليس أمير المؤمنين أباتت الدعوة مقصورة على أمير المؤمنين؟ أتقبضون على رجل تصدق على فقير ثم دعا له الفقير؟ ستان بين الأمرين وأنت تعلم ذلك فلا تراوخ بالكلمات إن كانت تهمتي إلا الدعاء وإن كنت فتيا ذا قدرة على القتال لذهبت إليه ووضعت نفسي بين يديه لكن مشيئة الله أن أحرم شهادة في سبيله لا تجهد نفسك يا ابن الزعوزي بكلمات لا تدري عقبها ما نطقت بكلمة إلا وقد علمت قبل ذلك فحواها أنت لست في زمن المستضيء بالله قل لي بالله عليك متى أخرسني سيف السلطان؟ سنبتر لسانك إن أنت تماديت في إفساد سعاليك الأمة السنة الحق لا تبترها السيوف حق؟ أي حق هذا؟ أنا لا أحض على عصيان بل أحض على طاعة الرحمن هذا ما نريده ونبتغيه فليكن هذا عهدا منك أن تحض الناس على طاعة الرحمن على الصوم على الزكاة أن تكشف لهم ما غاب عنهم من سنن الوضوء والطهارة أن تحدثهم عن جنة الخلط أن تحدثهم عن سيرة نبي الإسلام سأفعل ولكن هل أحذف من القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما قلت هذا؟ يا أبا الفضل القصة كل يوم تتكرر حديث مؤلم لا يتغير من لبيت المقدس وها هو قد ظهر صلاح الدين فلندعو لها لعل الله أن يستجيب وينصرها دعواتك لن يستجيب لها الله كما تأمل الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم قوة وصلاح الدين يخرج بجزء من جيش الخلافة الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين المؤمنين أين هم في زماننا؟ هم حولك أمامك هم كثير ولكن لا تشعرون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أحفظها يا ابن الجوزي فلماذا تسألني إذن عن المؤمنين؟ وإن كانوا قد انقرضوا في زماننا كما تدعي فلماذا يلقب أميركم نفسه بأمير المؤمنين؟ أهو أميرنا وليس أميرك؟ أجبني وإلا أمرت بسجنك تظن أن السجن محنة مع أنه والله منحه إذن سأمنحك السجن لا يا أمير المؤمنين أتعارض لي؟ القاضي ينصب ميزان العدل ويسأل يوم العرض إنه ينشر الفساد في الأرض قولك هذا يعني أنك قد أصدرت الحكم حدثه يا أبو الفضل حدثه عن أفعالي أخبره بما حدث للعامة من أمتنا إنه يدعو الناس للعصيان وقد أخبرنا غير واحد بأنه أجاز الجهاد بلا أمر من السلطان وعلى هذا قبضنا اليوم على المئات ممن أرادوا محاربة الفرنجة أرأيت إنه ينشر الفساد يلقي بذور الفتنة في أفئدة الناس يقارن بيني وبين من تسمى باسني بل ويرفعه علي ما جزاء الذين يفسدون في الأرض أيها القاضي ما أظن بجوزي من المفسدين يا مولاي بل هو من المصلحين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر القضاء كي لا تحاكم ابن الجوزي يا أمير المؤمنين أخشى أن يلزم ظلمه عنقه والله تعالى يقول كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم وصح يصبح ابن الجوزي أحد الأبطار هيا انصرف الآن أيها القاضي واعلم أننا في حاجة إلى رأيك ومشورتك وابن الجوزي سنرى استحلفك بالله يا أمير المؤمنين ألا تمنع فايض علمه عن الناس هيا عد إلى دارك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ماذا سنفعل الآن يا أبا الفضل لك الأمر يا مولاي أثبت عندك أن ابن الجوزي من المفسدين في الأرض؟ وهل في هذا شك؟ وما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادة؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ أو ينفى من الأرض؟ ينفى هذا إنما يدل على قلبك الرحيم يا مولاي ينفى من الأرض كيف حالك الآن؟ أنا ابن الجوزي الحمد لله على كل حال لم تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع قيد المسجون كي يؤدي الصلاة فق قيوده لقد أمر أمير المؤمنين الناصر لدين الله بنفيك إلى واسط أنت وأهلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ينفى الجوزي ينفى الجوزي طب ينفى الجوزي افتعد افتعدوا أين؟ افتعدوا أريد أن أصرفحه قبل أن يرعن دعه يا ولدي أنت تعلم أني لن أهرب منك تعال ما الذي دفعك للمجيد؟ كان علي أن أقبل يدك هكذا أتذكر يوم حدثتني عن قوم نبي الله صالح في هذا اليوم فقط رأيت نور يتصرب إلى قلبي هزتني الكلمات أحسست 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 أني ضيل ضيلت كحبة رمو هيا هيا أيها الرجل هيا لقد عدت إلى الحياة وقت أجاج أفعالك كفى يا أبي لا يسمعك الله قدبت عدنا لم يكن في مقدورك أنت دعني وشأني تدنيت إلى حمل الحطب قلت لك دعني وشأني أيها التاجر لا أرجوك أرجوك لا تخبره بشيء عني بل لابد أن يعلم من تكون أتعرف هذا نعم اسمه نصر الدين هكذا اجتمعت فيك كل الخصال كذب ولص مع أنك ابن أعلم أهل بغداد أرجوك أرجوك إني من يكون الفتى إنه ابن عبد الرحمن الجوزي أي أعقل هذا هو يخفي نفسه فقد طلبه القاضي طلبه القاضي شربت الخمر فأبلغه أبي هذا كل ما في الأمر لا إنك هارب من النفي النفي ألم يخبرك أحد بأن أمير المؤمنين قد أمر بنفي ابن الجوزي وأهله إلى واسط ماذا؟ أو أدنى من بيت المقدس؟ يبدو أن النصر سيكون حليفه يا مولاي وما العمل الآن؟ نكتب له وندعو له بالنصر بل ونرسل إليه العسكر فإذا انتصر وهذا لا شك فيه أصبح النصر بدعمنا وتحرر بيت المقدس في عهد الخليفة الناصر لدين الله وماذا لو رفض صلاح الدين هذا الدعم؟ صلاح الدين في حاجة إلى سيف إلى خنجر إلى جندي واحد مولاي انتظر يا هذا ماذا وراءك؟ سننظر في هذا الأمر فيما بعد انصرف الآن أمر مولاي لا بأس فأمره لا يهمنا في شيء الآن موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما اتفقنا لا تخف سأرحل بعد قليل تفضل 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 يا مرحبا يا مرحبا معذرة لا يوجد عندي ما اجلسك عليه منها خلقنا وإليها نعود تفضل تفضل ايه انت الوحيد الذي جاء لزيارتي كان لابد وان ااتي اليك بهذه الاخبار الصر هلأ عادت القدس الحمد لله الحمد لله متى حدث هذا ليلة الاسراء عبدالعزيز يوسف اقترب هل عفى عنك أمير المؤمنين يا أبي بل حررة القدس عادت إلينا بعد إحدى وتسعين سنة وكان حقا علينا نصر المؤمنين اقترب اقترب أيها الفتى هيا إلى العلم هيا 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 اقترب أيها الفتى اقترب أيها الفتى هيا إلى الثقافة هيا إلى العلم قطوب ابن الجوزي بدرها من واحد بخط يدي من يشتري اقترب اقترب أيها الفتى هيا هيا إلى العلم الكتاب بدرها من واحد درها من واحد هيا هيا حسناً بدن lleva صفة الصفواء بدنار واحد مر يشتري لا حول ولا قوة إلا بالله هيا أيها الفارس هيا بدي نار واحد هيا أيها الفارس كتب ابن الجوزي بدرها من واحد بخط يدي من يشتري اقترب هيا هيا إلى الثقافة هيا إلى العلم كتب ابن الجوزي بدرها من واحد بخط يدي لما رأى الفرنج قوة جيش صلاح الدين ذهبوا إلى السلطان وطلبوا منه أن يعطيهم الأمان فرفض ذلك صلاح الدين وقال لا أفتحها إلا عنوى كما فتحتموها عنوى ولن أترك بها أحدا من الفرنج إلا قتلت كما قتلتم من كان بها من المسلمين الله أكبر فذهب قائدهم إلى صلاح الدين وتشفع إليه وذل ذلا عظيمة وقبل يده ثم قال إن لم تعطينا الأمان فسنعود إلى أصوار المدينة وسنعتصم بها ثم نقتل أنفسنا فعطاهم صلاح الدين الأمان ثم خرجوا من بيت المقدس وقام الجنود بغسل المسجد من الصلبان والرهبان والخنازير وقام صلاح الدين بغسل الصخرة بماء الورد والمسك هذا والله نصر من الله وفتح مبين هو أنت علي أيها القاضي عذابات النفي بحديثك الشجي هذه رسالة صلاح الدين إلينا علمت أنه دعى لمولاي أمير المؤمنين من فوق منبر الأقصى بارك الله فيه لقد ظلمته وظننت به الثور صلاح الدين يطلب مني العفو عن ابن الجوزي ابن الجوزي لقد نسيت أمره تماما لم يعظ هناك خوف منه أعد أعده إلى بغداد يا أبا الفضل أمرك يا مولاي يا وردة يا وردة في الوحل غطست غطست يا علي إنك تفرط في الشراب وهذا قد يعرض عقلك للخطر لا عليك لا عليك هيا هيا أعطيني كاسا أخرى أنا أبحث عن قصيدة يا وردة يا وردة في الوحل غطست تبحث عن قصيدة قصيدة ببرميل من الخمس لماذا تحدثني هكذا هتظن أنني أعمل عندك خذ خذ ثمن الشراب ترى من الذي ستفعله عندما يعود أليدك يعود المنفيون لا يعدون آه إذن لم يصلك الخبر بعد أي خبر تقصد أمير المؤمنين عفى عن أبيك وهو عائد اليوم إلى بغداد اليوم شغلك الخمر عن سماع ما يدور بين الناس آه لو علم بأمر الكتب لاتبحاني Traffic إلى أين لا تخبر أحدا بمكان أفهمك الخمر أصابت عقله الحمد لله على سلامتك يا ابن الجوزي الحمد لله الكتب كتبي كتبي من فعل هذا؟ إنه إنه من؟ تكلم ولدك علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله اطمئن لقد قبضنا عليه الباري حتى وهو يحاول الهرب من بغداد وأوضعناه السجن والكتب باعها لمن يشتري أحمد الله أني ما زلت أحتفظ بذاكرة لا تلين أيمكنك يا أبي أن تملي علينا الكتب التي باعها علي؟ أدعو الله أن يطيل في عمري حتى أفعل ذلك ما هذا؟ من الذي أتى بك إلى هنا؟ السلطان الناصر أغلق الحناد وأمر بسجن والخمر الخمر سكبوها على الأرض أليس معك الآن؟ أليس معك؟ ابتعد عني أريدوا خمرا 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 لن تجدها بعد الألم أريدوا خمرا أريدوا خمرا أخرجوني من هنا أخرجوني أريدوا خمرا أريدوا خمرا أريدوا خمرا وبهذا نكون قد أنهينا إعادة ما كتبناه سابقا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله